إذ تنضم إلينا في بث حي ومباشر من يانوح نادية حمدان رئيسة نعمات لواء مركز الجليل أهلا ومرحبا بكي نادية حمدان أهلا وسهلا فيكم في البداية أريد أن أعرف ما هو رأيك بمخطط رفع جيل التقاعد للنساء اللي بتعارضه كثير من النساء العاملات مش بس النساء بتعارضه كله بيعارضه اليوم طبعا أنا رأيي كثير صعب أنه نرفع جيل التقاعد لهذا الجيل طبعا في كثير أسباب والمعارضين الكثير اللي هو اللي استدروته نعمات إحنا صورنا مطلعين مكتوب لوزير الاقتصاد وزير المالية والأحرى نعم أيوة بالضبط حررنا العيل ومكتوب في رأينا بالموضوع وإحنا معارضين كل اللي عم يشتغلوا عليه ما هي أبرز الأسباب لمعارضة هذا القانون ممكن تستعرضيني أبرز الأسباب اللي تدفعكم منكم تعرضوا أول إشي جمهور النساء اللي بيشتغل اللي مندمج في سوق العمل مش كتير كبير هاي واحدة اتنين الشغل اللي بيشتغلوه النسوان أو المهن اللي بتمتهنها النساء مهنة كتير صعبة صعب المرات بجيل 64 أو 65 حتى بجيل 60 تشتغل هذا الشغل مهم جدا أن نذكر هنا نادية حمداني أنه مش كل النساء موظفات في مكاتب مكيفة كسم كبير من النساء العربيات مئة بالمئة يعملنا خلينا نحكي عن هذه النقطة أول إشي طبعا مش كل النساء موظفات حتى لو كانوا موظفات كمان الشغل بتعرف المرأة عندها مهنتين المهن اللي هي بتكون برية البيت اللي بترتزق منها وفيه المهن الأخرى اللي هي في قلبي البيت اللي هناك بتشتغلها ببلاش كمان نعم فهي لما بتروح عالبيت ما بتروح عشان ترتاح بتروح عشان تشتغل هل أنت سمعت من النساء اللي بفضلن مثلا أنه يصلنا لجيل 65 في العمل؟ رأي آخر غير الرأي السائد اللي بيه طلع فيه نساء أنا من إحدى النساء أنا من إحدى النساء اللي أنا ممدي أنا كنت لازم أطلع قبل سنة 62 بس أنا مطلعتش لأنه أنا شغل كتير مريح نعم وبقدر أشتغل لجيل 67 فيش عندي مشكلة وبما أني كمان بدي أضيف نقاط لجيل لسنوات التقاعد لازم يكون عندي 30 سنة عمل نعم فالأفضل إلي أنا لها 67 شغلي مريح بروح وين تبدي بجي وين تبدي على الشغل؟ نعم 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 لهذا القانون يجب أن يكون فيه شروط كبيرة ما هي الشروط ستنادية؟ أول شيء مناقشة مخطط رفع سن التقاعد يجب أن يكون في قانون لحال منفصل عن قانون الترتيبات هذا أول شيء ثاني شيء تحديد سن التقاعد يجب أن يكون بدون آلية التحديد التلقائي التي هي أوتومات ورفع السن للأربع وستين مش للخمس وستين إحنا منقول للأربع وستين لازم يكون طريقة مدروسة ومدى عشر سنوات عشان يعرفوا يخططوا لها كيف يحضروا حالهم لهذا القانون نعم نادية حمدان رئيسة نعمات لواء مركز الجليل شكرا جزيلا لك كنت معنا في بث مباشر من ينوح أهلا وسهلا وبالنسبة لمكتوب الاستدروت بقدر أبعث الكيات وبتشوفوا شو كتبنا ابعثي وسنكون بنشره في موقع بانت يسعدنا ذلك شكرا ولا يهمك شكرا يا هلا فيك وإلى